أما عن الموقف الأمريكي فقال وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون وأيضا وزير الدفاع جيمس ماتيس أنهما يأملان من مختلف الأطراف حل الخلافات عبر التفاوض وأن لا يؤثر قرار تلك الدول على الحرب على الإرهاب أعتقد ما رأيناه الآن يرجع إلى العوامل الاستئفزاز متزايدة في المنطقة كانت موجودة لمدة طويلة لكن هذه المشاكل تساعدت إلى الكمة الآن لتتخذ بعض دول إجراءات من أجل احتواء هذه الأخلافات نشجع مختلف أطراف على حلها عبر الحوار وتفاوض وأشار وزير الدفاع الأمريكي جيم باتيس الذي حضر مؤتمر صحفيا مع تيلرسون إلى أن قرار دول عدة قطع علاقاتها مع قطر لن يؤثر على مكافحة التنظيمات المتطرفة هذا يقول بأن الوضع الحالي لن يؤثر على محاربة التنظيمات المتطرفة لأن الدول معنية بهذا متدمة بمكافحة الإرهاب ترجمة نانسي قنقر